أسفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية أسفرت عن توقيف أربعة ألاف وخمسمائة واثنين وثمانين شخصاً تم إدعو ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثين شخصاً منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها نيابات العامة المختصة بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية هذا وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ منذ تاريخ الإعلان عنها بلاغاً واحداً وثمانين ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانين شخصاً في مجموع المدن المغربية من بينهم اثنان واربعون ألف وتسعمائة وسبعة وستون شخصاً تم تقديمهم أمام نيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحرسة النظرية ترجمة نانسي قنقر